سلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد و كل سنة و انتم طيبين بمناسبة رمضان و رمضان كريم عليكم ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي ان احنا نحمل و نثبت برنامج قرآن فلاش للويندوز و الماك نبتدي بتحميل البرنامج طبعا نحمل البرنامج من خلال الموقع الرسمي و ان شاء الله هتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف اول ما تدخلوا على الموقع هتلاقوا فيه طريقتين للتحميل طريقة تحميل مجانا للويندوز و طريقة تانية تحميل مجانا للماك فانت هنا هتختار على حسب نظام التشغيل اللي عندك انا بالنسبة لي هختار ويندوز اما لو اخترت ماك فهيتحمل معاك بصيغة دي ام جي و هتلاقي البرنامج بدأ يتحمل معاك اهو و طبعا مساحته حوالي 65 ميجا ننتقل دلوقتي لتثبيت البرنامج للويندوز بعد ما يتحمل معاك البرنامج هتلاقيه في فولدر التحميلات داونلودز و تضغط عليه بعد نيس و هتظهر لك القائمة دي و هنا بيقول لك اختار اللغة اللي انت عايزها اثناء تثبيت البرنامج فهنا عندك 3 لغات دولت الانجليزية والفرنسية والعربية يعني خليك في الانجليزية علشان لو اخترت العربية فيه كده مشاكل كده في الحروف بتلاقي الحروف انجليزي وملغبطة كده فخليك احسن على الانجليزية بعدين اوكي بعدين هيفتح لك الستوب بتاع البرنامج بالشكل دا كده و هتدوس هنا على نيكست وهنا دا المكان اللي هيتثبت فيه البرنامج بعدين نيكست بعدين هنا فيه عندك اختيارات اضافية هنا بيقول لك create a desktop icon يعني انت لو عايزه يعمل لك شرط قط للبرنامج في سطح المكتب فانت لو عايز الموضوع دا هتفعله من هنا بعدين نيكست بعدين انستول و هيبدأ البرنامج ان هو يتثبت معك تمام هو كده خلاص خلاص التثبيت هندوس هنا على finish و كده تمام هيفتح لك هو البرنامج نكبر كده تمام هيتفتح هو معاك ولكن طبعا لو لقيته باللغة الانجليزية ممكن انك انت تغير اللغة من خلال interface language و هيبقى معاك متاح 3 لغات الانجليزية والفرنسية والعربية فممكن من هنا بقى اتغير و هيطلب منك انك انت تتعيد تشغيل البرنامج فقول له yes و هتلاقي ايه هي لغة البرنامج اتغيرت و تقدر انك انت تستخدم البرنامج من غير اي مشكلة ننتقل دلوقتي لتثبيت البرنامج للماك هتضغط على ملف الدي ام جي بتاع البرنامج بعدين هتظهر لك الوجهة دي و هتظهر لك القائمة دي و هتسحب ايقونة البرنامج على فولدر applications و خلاص كده هتلاقي البرنامج تثبت معاك و تقدر انك انت تستخدمه و بس كده وصلنا لنهاية الفيديو و يعرفنا مع بعض ازاي ان احنا نحمل و نثبت برنامج قرآن فلاش للكمبيوتر لو حد حابب ان انا اشرح البرنامج ده بشكل كامل اكتب لي تحت في التعليقات وباذن الله هبق اشرح ولو اي حد كمان عنده سؤال اكتبه تحت في التعليقات و ان شاء الله هرد على فارة بوقت السلام عليكم